السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو لكم الصوت واضح هذا الصوت واضح بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اللقاء الأول لمقالة غياضيات المالية لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية في هذا اللقاء سنأخذ بمشيئة الله مجموعات الأعداد المعروفة اللي هي الأعداد الطبيعية والعداد الكلية والعداد الصحيحة ونشوف هذه الأعداد شرموزها من إيش تتكون كيف ممكن تيجي الأسئلة عليها بالإضافة إلى بعض المصطلحات زي المجموعة الجزئية الخالية والانتماء بهذا الشيء طيب أنا بس أنتظر أنه ينعمل شير للباوربوينت إذن رح نبدأ اليوم في مجموعات الأعداد ورح نرتبهم بهذا الشكل مجموعات الأعداد في عندي مجموعات للأعداد مشهورة وهي كالتالي في عندي الأعداد الطبيعية مجموعة الأعداد الطبيعية أول مجموعة رح نأخذها مجموعة الأعداد الطبيعية وهذه تبدأ في صفحة 10 من الكتاب هذه المجموعة الأعداد الطبيعية نرمزها بالرمز N بهذا الشكل وتحتوي هذه مجموعة الأعداد الطبيعية على الأرقام التالية إذن الآن المجموعة N تحتوي طبعا القوص تبع المجموعة بهذا الشكل يكتب وداخله الأعداد اللي خلينا نحكي التي تنتمي لهذه المجموعة بناتهم فواصل فمجموعة الأعداد الطبيعية هي واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمسة إلى ما لا نهاية لحظوا أن هذه المجموعة لا تحتوي على الأعداد السالبة لا تحتوي على الكسور لا تحتوي على الصفر فقط الأعداد اللي بدون فواصل عشرية بدون ما يكون عندي فواصل عشرية لاحظوا عدد مثل ما هو بدون أي كسور طيب هذه مجموعة الأعداد الطبيعية أما مجموعة الأعداد الكلية اللي هي ننزلها بالدرامز دابليو والنمبر وتحتوي على نفس عناصر الأعداد الطبيعية لكن بالإضافة إلى الصفر يعني الصفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة إلى آخرين إلى ما لا نهاية لذن هنا فقط بزيد الصفر عن الأعداد الطبيعي العداد الكلية اللي هي دابليو بتزيد عن الأعداد الطبيعي اللي هي النشر النبر فقط الصفر لاحظوا الثالث مجموعة اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة وننزلها بالرمز زد وهذه تحتوي على أيضا بدون فواصل عشرية لكن شو تحتوي تحتوي على السالب والموجب والصفر يعني مثلا سالب أربعة سالب ثلاث سالب اثنين سالب واحد الصفر الواحد اثنين ثلاث اربعة إلى آخرين بهذا الشيء إذن تحتوي على الموجب والسالب بالإضافة إلى الصفر المطالب أنك تعرف شو اسم هذه المجموعة رمزها وشو الأعداد التي تحتويها لابد أنه تعرف الاسم والرمز والأعداد التي تحتوي كل هذه المجموعات الثلاثة قبل أن نقول كيف ممكن يجي السؤال على هذا خلينا نشوف رمز الانتماء فقط الانتماء والانتماء وهذا الرمز هو عبارة عن زي حرف سي لكن بالنص برضو خط بهذا الشكل الانتماء هو علاقة ما بين عنصر والمجموعة تبعته إذا كان داخل هذا العنصر داخل هذه المجموعة منقول هذا ينتمي يعني مثلا نحن بإمكاننا نقول أنه العدد الثنين ينتمي إلى النترال نمبر اللي هو الان عبارة صحيحة الثنين تنتمي إلى الان ما عليها أي خطأ أو أي لبس طيب لو قلنا سالب اثنين سالب اثنين هل ينتمي إلى الان السالب اثنين لا ينتمي إلى الان إذن لازم ننفيها كيف يساوي ولا يساوي نقص الشيء ينتمي ولا ينتمي إذن هذه تقرأ العدد اثنين ينتمي إلى المجموعة المجموعة هنا نحكي العدد سالب اثنين لا ينتمي إلى المجموعة ن بهذا الشيء فالانتماء هو خلينا نحكي علاقة ما بين العنصر و مجموعته ما بين العنصر و مجموعته الآن بعد ما أخذنا هذا رنج الانتماء خلينا نشوف اه اي من الاعداد تنتمي إلى الان فيه ابراحة حط اعداد ونشوف انه تنتمي إلى الان اي من الاعداد التالية تنتمي إلى المجموعة ان المجموعة ان وهي مجموعة العداد الطبيعية ونحط على سبيل الواحد العدد خمسة اثنين العدد اه وا افرا واحد فاصلة خمسة ثلاث صفر اربعة سالب اه ستة خمسة اه خلينا نقول خمستاش على خمسة ستة جذر الاربعة سبعة سالب ستة على اثنين تمانية سبعة على اربعة اش بهذا الشيء نشوف انو من الاعداد التالية ينتمي إلى المجموعة العداد الطبيعية ان ومين لا ينتمي قبل ما ان نقول ينتمي ولا ينتمي انو نقعد نفتي انو هذا ينتمي هذا لا ينتمي احب انو اقولكم ممنوع تحكم على العدد سواء كسر او جذر او شو ما كان الا بعد تبسيطه لابسط صورة يعني لابد انو نبسطه بعدين نحكم عليه ما نحكم عليه من الشكل يعني كيف مثلا مثلا هنا هنا لو نرجع هنا على سبيل المثال لو قلت مثلا عشرين على اثنين عشرين على اثنين هذا كسر مباشرة راح تقولي لا ينتمي لا خطأ حتى لو شكله كسر نعم حتى لو شكله كسر ما بيصير احكم عليه مباشرة وانو والله لانو وجود البسط والمقام خلاص هذا لا ينتمي لا هذا لو جينا بالآل الحاسبي عشرين على اثنين راح يكون الناتج عشرة انا بدور على الناتج الصورة النهائية للعدد لانو عشرين على اثنين يساوي عشرة يساوي شو يعني هذا العدد وهذا العدد نفسه مو والله مختلفين نقول والله عشرين على اثنين لا لا ينتمي ليه ولا لانو هناك بسط مقام لا فيما فيó بسط مقام هنا اذا بسطنا العدد لابسط صورة ما راح يكون في عندي بسط مقام راح الى ال W وايضا العشرة تنتمي الى الزد تنتمي الى ثلاث مجموعات العشرة موجودة داخل ال N والعشرة ايضا موجودة داخل ال W والعشرة موجودة ايضا داخل الزد نفس المبدأ الجدر الجدر مثلا نقول والله على سبيل المثال 25 جدر 25 جدر 25 انا ما ادور والله ان والله في جدر خلص لا ينتمي لا انا اشوف هذا الجدر اوجد هذا الجدر اذا اقدرنا نوجده بدون فواصل عشرية زي الكسر اذا اقدرنا نوجده بدون فواصل عشرية فبحكم عليه انه ينتمي الى الآن طيب نرجع هنا مثلا الخمسة هذه الخمسة هذه عندي انا تنتمي الى N هذه تنتمي الى الان مع انه واضحة بدون اي لبس واحد ونص اللي هي واحد فاصل خمسة هذه لا تنتمي الى الان شو السبب سبب وجود انه الفاصل العشرية السبب وجود الفاصل العشرية بعد التبسيط يعني واحد ونص بس انبسطة ستبقى واحد ونص الصفر ايضا لا ينتمي الى الان الصفر وين موجود موجود في ال الو في الزد لكن بالان لا لا ينتمي اذا نحط لا ينتمي الصفر السالب ستة نظرا انه وجود السالب خلص لا ينتمي لا ينتمي لو هذا السالب مقسوم على سالب مضروب بسالب اخر بقول انه والله السالب راح مع السالب وبالتالي انه ينتمي لكن هنا السالب خلص موجود ما ما في مجال انه نقدر نشيله سالب ستة اذا لا ينتمي نيجي هنا خمستاش على خمسة خمستاش على خمسة بعد التبسيط تساوي لثلاث والثلاث تنتمي الى الان بهذا الشكل بس بس نبسطها بالاحل الحاسب يبقى اي شي انت يعني بتختاره بطريقة التصبيط قد عفا تبسيط فخمستاش على خمسة تساوي لثلاث والثالث تنتمي لبجمونات الاعداد الطبيعية نيجي جذر الاربع جذر الاربع بعد التبسيط اثنين اثنين ايضا تنتمي الى الان ما عليها ايه بار سالب ستة على ثلاث بعد التبسيط راح تصير سالب ثلاث سالب لا ينتمي الى الان لا ينتمي الى الان انا كل ياته هنا السؤال بدور على الان فقط لو جالي دابليو بشوف الدابليو ولو جالي زد بشوف الزد لان الزد يحتوي على سالب لكن الان لا يحتوي على سالب وهكذا سبعتاش على عفوا سبعة على اربعتاش هذي بعد التبسيط راح تكون واحد على اثنين هل راح يكسر يعني بعد ما نبسط نحط سبعة عفوا سبعة على اربعتاش سبعة على اربعتاش ونكتب يساوي راح يضل في عندي كسر في الال الحاسب ما راح يتبسط يا يظهر لي بهذا الشكل او يظهر لي بهذا الشكل صفر فاصل خمسة حسب الال الحاسب اللي انت تستخدمها اذا في عندي فاصل عشية في عندي كسر ما راح يكسر بعد التبسيط اذا لا ينتمي الى انا اذا اهم شي انه ابسط الكسر او ابسط الجذر بعدين احكم انه ينتمي او لا ينتمي ما بسير احكم والله من الشكل انه في بسط مقام لا هاي في بسط مقام هنا لكن بعد التبسيط تبين انه هذا البسط المقام بيمكان انه اختصرهم ويبقى الناتج ثلاث وثلاث تنتمي الى الان هذا نفس الشيء لو قلنا انه ناقشه على الدبيو يعني مثلا لو قلنا هذا ناقشه على الزد خلينا على الزد اي من الاعداد التالية تنتمي المجموعة زد هاي زد وخلينا نحط الجواب في اللون الاخضر اوليش ناقشنا ان خلينا الان ناقش الزد برضو الخمسة ينتمي الى الزد نفس الشيء هذا العدد ينتمي الى الزد اللي هو خمسة الواحد ونص هذا لا ينتمي الى الزد انه فيه فاصل عشرية اهم شيء فاصل عشرية وجودها بعد التبسيط لما هو الان هذا العدد لا موجود في الان ولا في الدبليو ولا في الزد اين الفضل العشرية ج жиз مين تمي الى الزد اللي هو المجموعة العداد الصحيحة انا هنا هتكلم لاحظوا انا حطيت في البداية العدد هذه الان هذه الدبليو وهذه الزد الزد يحتوي على السالب وعلى الموجب وعلى الصفر هذا بيحتوي على الموجب ال-W والصفر هذا فقط لعداد الموجب بدون فواصل عشرية خلينا نكمل السالب لا السالب 6 موجود في الزد إذن ينتمي إلى الزد لاحظ الفرق هذا بعد التبسيط يساوي لثلاث والثلاث موجود داخل أيضا الزد الاثنين أيضا موجود داخل الزد ينتمي إلى الزد السالب 3 تنتمي إلى الزد النص هذه لا تنتمي إلى الزد نفس الشيء النص هذه سواء كانت بهذا الشكل أو بهذا الشكل هذه لا تنتمي إلى الزد بهذا فشان ميز إنه لو جاني أعداد ممكن أسألك سؤال إنه أي من الأعداد أو أسألت إنه والله عبارة من العبارات التالية تعتبر صحيحة ولا خاطئة حسب السؤال بدكم إتجاب فمثلا لو أسألكم سؤال التالي عبارة من العبارات التالية خاطئة ألل وحدة من العبارات التالية خاطئة بدأت تطلح ثلاثة على اثنين لا تنتمي إلى الزد أ سالب معاش على ثلاث لا تنتمي إلى الآن جيم جذر الخمسة لا ينتمي إلى الزد دال جذر السطاش لا ينتمي إلى الآن وحدة من العبارات التالية تعتبر خاطئة طلعوا لي ألف با جيم دال أي وحدة منهم تمعا بالعبارة وشوف أنه هل هاي العبارة صحيحة ولا غير صحيحة وانتقلنا لبحد لحد ما توجد الخاطئة طيب لأغلب جاوب عندي أنا دال في جيم في ناس بحفة عن السطاش يعنقزهم جذر سطاش هاي العبارة هي الخاطئة اللي فيها جذر سطاش اللي هي دال طيب خلينا نشوف لابد أنه التركيز في مثل هذه المسائل أنك تعرف يتميز أنه أنا بدي أطلع العبارة الخاطئة مش الصحيحة يعني مثلا ثلاثة عثنين ثلاثة عثنين لا تنتمي نعم ثلاثة عثنين لا تنتمي عبارة صحيحة هذه عبارة صحيحة لأنه فعليا ثلاثة عثنين لا تنتمي إلى الزد لأن ثلاثة عثنين بعطينا واحد ونص وبالتالي لا ينتمي إلى الزد عبارة صحيحة ما فيها أي لبس هنا سالب 12 على 3 سالب 12 على 3 اللي هي سالب 4 سالب 4 فعليا لا تنتمي إلى الان لو قال لي لا تنتمي إلى الزل لا خطأ تنتمي إلى الزل أما لا تنتمي إلى الان صحيحة فهي عبارة صحيحة أنا بدور على الخاطئة لاحظة هذه عبارة البا عبارة صحيحة سالب 4 هل موجود في الان لا لا ينتمي إذن هو كاتب لي لا ينتمي عبارة صحيحة جذر خمسة لا ينتمي إلى الزد نعم جذر خمسة لأنه لو نوجد جذر خمسة راح نلاقي فيه فواصل عشرية وبالتالي لا ينتمي إلى الزد وبالتالي هذا عبارة صحيحة نقل جذر السطاش جذر السطاش هذا كم يساوي لي أربع أربع لا ينتمي إلى الأن لا هذه خاطئة خاطئة الأربع المفروض نحكي أن الأربعة تنتمي إلى الآن هذا الصحيح أربعة تنتمي إلى الآن وبالتالي العبارة الخاطئة هي دال كل عياتهم صحيحات معادة دال تعتبر عبارة خاطئة هذا بالنسبة لها خلينا نحكي مجموعات الأعداد المفروض يتميز أنه هذه الأعداد تنتمي لا تنتمي العبارات التالية صحيحة غير صحيحة إلى آخر نجد المجموعة الجزئية المجموعة الجزئية نعني فيها أن المجموعة داخل المجموعة إذن ننتقل الآن للمجموعة الجزئية المجموعة الجزئية نفس الرمز تنتمي بدون خط في الوسط بهذا الشيء وهي علاقة ما بين مجموعتين هل المجموعة هذه داخل المجموعة؟ أي بمعنى كل عناصر المجموعة داخل المجموعة الأخرى فمنع نميز بيناتهم عن طريق رمز المجموعة الجزئية يعني مثلا خلينا نقول لك مثلا إذا كان عندي مجموعة تحتوي على الأعداد اثنين ثلاث أربعة وخمسة وعندي المجموعة بي تحتوي على الأعداد صفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة وستة مثلا نلاحظ أنه العناصر التعون ا اللي هي اثنين ثلاث وأربعة وخمسة كلهم موجودات هنا كلهم موجودات هنا ما في عندي عنصر يعني ناقص فشو بنحكي بنحكي أنه المجموعة جزء من بي بهذا الرمز الرياضي بنحكي هذه تقرأ المجموعة هي مجموعة جزئية من بي يعني هي جزء من بي يعني عناصر هي جزء يعني كيف أوصف لك يعني مثلا أنتو على سبيل المثال أنتو كمجموعة التي تدرس عن طريق الانتساب المطور أنتو مجموعة جزئية خلينا نحكي لهذه المحاضرة المماخذ هذه المادة هو مجموعة جزئية من كل طلاب خلينا نحكي الذي ينتمو إلى الانتساب المطور أنتو جزء منهم يعني لو أخذنا المجموعة الكبيرة جميع طلاب الانتساب المطور في جامعة الإمام أنتو فعليا هذه الشعبة أسمائكم هي جزء من هذه الأسماء اللي موجودة في المجموعة الأكبر طيب مجموعة خلينا نحكي الانتساب المطور كل طلاب الانتساب المطور هي مجموعة جزئية من كل طلاب الجامعة الإمام كلها يعني أنتو كانتساب مطور أنتو أصلا جزء من طلاب جامعة الإمام كلها لأنه في طلاب جامعة الإمام وفي الانتظام وفي انتساب وفي دراسات عليا وفي خلينا نحكي المستخدمين من الخارج وإلى آخرين فأنتو لسه جزء من كل طلاب جامعة الإمام طلاب جامعة الإمام هي جزء من طلاب جميع الطلاب موجودين في جامعات السعودية طلاب جامعة السعودية هي جزء من طلاب الوطن العربي طلاب الوطن العربي هي جزء من العالم وهكذا كل مجموعة ممكن تكون جزء من مجموعة اخرى لكن اهم شي انه كل هذه العناصر موجودة في المجموعة الثانية زي هنا ايه كل عناصرها موجودين في بي فعبارة فهنا نقدر نحكم عفوا هنا نقدر نحكم انه ايه هو جزء من بي بي اكبر منها ايه هي جزء من بي من هنا من استنتج ممكن نستنتج انه المجموعة هي جزء من ال W لانه ال W اكبر منها زياد عنها بالصفر يعني لانه احنا منعرف انه هاي المجموعة هي واحد واثنين وثلاث الى اخره لكن ال W شو تحتوي على صفر واحد اثنين ثلاث الى اخره وايضا نقدر نستنتج انه الثنتين هدول هما جزء من زد ليه لانه الزد تحتوي على السالب سالب ثلاث سالب اثنين سالب واحد صفر والواحد والاثنين والثلاث يعني تحتوي على السالب والموجب بالاضافة الى الصفر فلاحظوا بإمكاننا نستنتج انه ون هي جزء من W وبرضو N هي جزء من Z وايضا W هي جزء من Z لغاية الان اخذنا المجموعة الاكبر هي Z لكن في اكبر منها نعم في اكبر منها راح ناخده فيما بعد في هذا المقرر نجي الى المجموعة الخالية المجموعة الخالية وعادة برمزولها اما بفاي او بفتح قرص المجموعة بسكره دون ما يحط فيه ولا عنصر هذه المجموعة الخالية هي مجموعة لا تحتوي على عناصر هي مجموعة لا تحتوي على عناصر ولا عنصر فيها هذه المجموعة الخالية فين دي طرق التعبير عن المجموعات اللي هو ببدأ في صفحة 11 وبنتهي في صفحة 14 هنه ثلاث طرق طرق التسلسل النمطي والصفة المميزة وكتابة العناصر هذين غير مطالبين فيهم اللي هي من صفحة 11 الى صفحة 14 طرق التعبير عن المجموعات الان راح ننتقل لشيء من سميه جبر المجموعات جبر المجموعات وراح ناخذ شيئين مهمين في جبر المجموعات اللي هو الاتحاد والطق التعبير عن المجموعات نبدأ في الاتحاد الاتحاد والرمز الاتحاد ما بين مجموعتين هو زي حرف اليو من أجت من يونيون هي حرف اليو زي حرف اليو لكن هو أكبر من حرف اليو وهو عبارة عن المجموعة الناتجة من الاتحاد هي بالضم كل مجموعات المجموعة الأولى والمجموعة الثانية يعني لو بدنا نعمل اتحاد ما بين مجموعتين A و B فالناتج راح يكون كل عناصر A وكل عناصر B منحطهم في مجموعة واحدة من وحدهم من اسمها اتحاد من وحدهم في مجموعة واحدة لكن دون تكرار العناصر يعني إذا هنا مع سبيل المثال موجود ثلاث وثلاث منكتب العدد ثلاث مرة واحدة ما منكتب الثلاث أكثر من المرة خلينا نشوف مثال مثال لو كان عندي A تساويلي اثنين ثلاث خمسة وسبعة وعندي B تساويلي صفر خمسة وثمانية وعشرة مثلا وقلنا اوجد A اتحاد B بهذا الشكل A اتحاد B والرمز مثل ما قلنا هو اكبر يعني الاحرف بتكون بهذا الشكل الاتحاد بتكون يعني بشكل اكبر بهذا الشكل رح يكون انه دمنا نوجد اتحاد فالحل خلينا نشوف الحل A اتحاد B يساويلي بناخذ كل عناصر A وكل عناصر B بنحطهم داخل المجموعة لكن دون تكرار العناصر فمثلا في عنده صفر اخدت الصفر لو اخدت الصفر يا ريت اشطبه يعني بس خلاص او احط تحتي خط او اي اشي اني اخدت سواء من هنا او هنا لاثنين اخدت هنا لاثنين اوكي طبعا الواحد مش موجود لا هنا ولا هنا الثلاث موجود هنا هين اخدته بفقط بحط تحتي خط اني عشان اتأكد اني اخدته في النهاية لما اطلع المجموعتين كلهم تحتيهم خطوط اذا انا اخدت كل عناصرهم الخمسة موجود هنا وهنا لاحظوا الخمسة موجود هنا موجود هنا فبوخذوا مرة واحدة فقط الاربع طبعا مش موجودة فاخدت الخمسة بكتبوا مرة واحدة صحيح موجود في ايه صحيح موجود في بي لكن بكتبوا مرة واحدة فقط الستة مش موجودة السبعة هنا الثمانة موجودة هنا نأخذها التسعة مش موجودة هنا عشرة نأخذ العشرة ففعليا عملية الاتحاد هي خذ كل عناصر ايه خذ كل عناصر بيه حطهم في مجموعة وحدة مشرط الترتيب يعني انا هنا ثلاثة يعني بغض برتب تصاعد من الاصغير للكبير هذا بس عشان يريحني لكن مو شرط الترتيب داخل المجموعة يعني ممكن نكون مثلا نبدأ بالرقم ثم ننتقل للصفر بعدين للعشرة ثم نلجح على الاثنين ما عادي ما في ايه مشكلة لكن ال كون عندكم الاسري كلها تختار اجابة صحيحة وبدك تضلل على الرمز الصحيح فرح الإجارات فعليا مرتبة من الصغير للكبير الأرقام من الصغير للكبير فريدك تشوف الدائرة الصح أو الخيار الصح وتختاره وضلل خلينا نشوف كيف ممكن يجيك سؤال ممكن يجيك سؤال اتحاد المجموعة ايه تساويلي صفر واحد ثلاث خمسة والمجموعة بي التي تساويلي واحد واثنين ثلاثة وأربعة وثمانية اتحاد المجموعة أفن ايه والمجموعة بي هي المجموعة هل ألف اتحاد بي يعني بما معناه هل ايه اتحاد بي يساوي ألف ثلاثة وأربعة وخمسة وثمانية هل يساويلي ثلاث وثمانية جيم هل يساويلي صفر واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ثمانية هل يساويلي واحد ثلاث ثلاث و فقط خلينا نشوف فيديو بعد اذا الغالبية او الجميع اختار جيم وهذا الكلام سليم السبب هو لاحظوا هنا الصفر اخذنا كتبنا الواحد موجود هنا وهنا صحيح نأخذه نكتبه مرة واحدة الاثنين اخذناها هيو ثلاث موجود هنا وهنا فلابد بمعنى اخذنا جميع الاعداد هذا بالنسبة للاتحاد ننتقل للجبر الثاني من الجبر المجموعات العمليات الثانية اللي هي نسميها التقاطع التقاطع ورمزها هو لا تحت نفس الاتحاد لكن يعني مقلوب فقط لا تحت وهو بضم مجموعة مجموعات العداد ا و ب فقط بالضم العناصر المشتركة من ا و ب يعني التقاطع نشوف اذا كان العدد موجود في ا وموجود في ب منخذه اذا في ا فقط ما منخذه في ب فقط ما نخذه لازم يكون موجود بالمجموعتين في ا وفي ب اذا كان موجود في المجموعتين راح نخذه مثال عليها يعني مثلا لو كان عندي ا تساوي لي صفر واحد ثلاث خمسة ستة وثمانية والب تساوي لي اثنين اربعة خمسة سبعة ثمانية وتسعة بهذا الشكل ومنالك اوجد ا تقاطع ب ا تقاطع ب نشوف الحل ا تقاطع ب راح يكون كالتالي نمسك عدد عدد الصفر ما يتاخذ ليه لانه موجود فقط في ا فما منخذه الصفر ما نخذه الواحد فقط موجود في ا ما نخذ الواحد شطبنا عليه الاثنين ما تتاخذ ليه لانه فقط موجود في ب الثلاث ايضا ما تتاخذ موجودة فقط في ا اربعة موجودة فقط في ب منلاحظ خمسة موجود فقط هنا وهنا الخمسة موجود في ا موجود في ب اذا نخذ الخمسة اذا انا ما اخذ اي عدد فقط اخذ التقاطع التقاطع معناه انه لازم عدد موجود هنا وهنا لاحظ الصفر واحد والاثنين والثلاث والاربعة اما موجود فقط في ا او موجود فقط في ب مش موجود في المجموعتين هذه الاعداد عشان كذا ما اخدت اما الخمسة موجود هنا وموجود هنا فنخذ نكمل الستة ايضا ما اخذها موجودة فقط في موجودة في المجموعة لدين و arriv هنا عددين اللي هو الثمان والخمسة لاحظ هنا الخمسة وهنا الثمانية نفس الشيء هنا الخمسة وهنا الثمانية أعداد موجودة في A وفي B فهذا هو التخاطر فقط خمسة وثمانية لا بد أن ننتبه نشوف إنه ما أخر عدد هيك موجود فقط في A موجود فقط في B لا لازم يكون موجود في A وB في A وB فمثلا نقول إذا كان A يساوي لي واحد ونين ثلاث أربعة وستة وسبعة نقول هنا وB تساوي لي صفر واثنين وخمسة وستة وسبعة ثمانية في هذا الشكل نقول لك أوجد فإن A تقاطع B يساوي يعني أوجد A تقاطع B ونحط لك الخيارات ألف هل هل ايه تقاطع B رح يكون الاثنين والستة والسبعة والثمانية هل رح يكون اثنين والستة والسبعة جيم هل رح يكون صفر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية دال هل رح يكون FI FI يعني أجموعة خالية أي ما في عنصر نهائي التقاطع FI يعني ما في أي عنصر خلينا نشوف إجاباتكم طيب إذن حتى الآن الجميع جاوبها في G عندي طيب فقط واحد G طيب إذن جميع الأجواب بها تقريبا الإجابة الصحيحة طبعا بها وليس جيم جيم هو الاتحاد يعني جيم لو قلت لك أوجد A اتحاد B أوكي جيم صحيحة لكن جيم خطأ أنا بدي أوجد أنا ما بدي A اتحاد B أنا بدي التقاطع لاحظ شو طالب فلابد إنه نميز بين عدهم نشوف المجموعة هنا عندي الصفر ما نأخذها لأنه موجودة في B الواحد ما نأخذها الاثنين طبعا نأخذها موجودة هنا وهنا الأربعة ما نأخذها الخمس لا الستة نعم موجودة والثلاث طبعا ما نأخذها لأنه موجودة الثلاث والأربعة والخمس موجودة يا في A يا في B فقط مش موجودة في A و B أما الستة اللحظون موجودة في A و B حطينا تحتها خط السبعة برضو موجودة في A و B الثمانية فقط في B وده نشر العداد اللي تحتها خط اثنين ستة سبعة اللي هي B لو ما كان في عندي عداد مشتركة ما بيناتهم فمنحط Phi اللي هي مثلا لو كانت A تساوي لي واحد وثلاثة واربعة ومثلا ثمانية وB تساوي لي صفر واثنين وستة وتسعة مثلا فA تقاطع B شو رح يكون A تقاطع B رح يكون Phi يعني ما في ولا عنصر يعني مجموعة خالية ما في عندي عنصر يعني الواحد هنا ما بتخاطع مش موجود الاثنين والصفر مش موجودات الا في B الثلاث والاربعة موجودات فقط في A الستة والتسعة فقط في B التسعة موجود فقط في A ما ما في عندي عنصر موجود في A موجود في B وبالتالي رح يكون الناتج Phi هذا الفا إذن ال Phi في حالة انه التقاطع كان مجموعة خالية أي بمعنى ما في تقاطع هذا فقط مطلوب منكم من الاتحاد بشكل عام في تعريف كثير يعني في تعريف للاتحاد في تعريف للتقاطع في تعريف للمجموعة العداد الصحيحة مجموعة العداد الكلية الاخرية تعريف بشكل عام في الاختبار ما باجي أقول لك عرف عدد اذكر هذه الشغلات مو موجودة باختبارات غياضيات عادة يعني ما تنجب لا كل هاتو مثل ما انتم شايفين حل مسائل هذا ينتمي لا ينتمي هذه العبارة صحيحة غير صحيحة أوجد الاتحاد ووجد التقاطع يعني كون في محاضرتنا اليوم خلينا نقول فما في عندك والله أذكر أقول لك عرف عدد مثل الأمور هذه لا طبعا ما تيجي ففي جبر المجموعات مثل ما قلنا اللي هو ببدأ في صفحة 14 أو ببدأ في صفحة سواء بنصفة 2009 أو 2008 كله تبدأ في صفحة 14 موجود تعريف للاتحاد وخصائص للاتحاد ما في داعي والله نحفظ الخصائص نحفظ التعريف مثل ما قلنا ما في داعي عندي مثال 4 صفحة 15 هذا مثال مهم على الاتحاد كويس أنه تتذكره مثال 14 وأيضا في عندي التقاطع ببدأ في صفحة 16 أو صفحة 15 حسب النسخة برضو فيه التعريف والتقاطع في خصائص التقاطع هذه ما في داعي والله نحفظ خصائص التقاطع ما في داعي نحفظ التعريف مثال 5 على التقاطع الممتاز لو ذاكروا صفحة 16 أو صفحة 15 مثال 5 مثال 6 مطلوب منكم الفرع الأول والثاني مثال 6 اللي هو صفحة 17 أو صفحة 16 مثال 6 صفحة 17 أو صفحة 16 أنا أحكي أو أنه أنا عندي الكتاب نسختين 2009 و2008 2008 فيه أخطاء مطوعية تعالجت في 2009 فقط أخطاء مطوعية أما الأرقاب الأمثلة هي نفسها موجودة في النسختين فقط الفرق رح يكون بأرقام الصفحة عشان كذا أقول مثال 6 هو موجود هنا وموجود هنا في النسختين من الكتاب لكن مثال 6 ممكن يكون في صفحة خلينا نحكي في 2009 وتختلف عن صفحة الموجود في 2008 فمثال 6 مطالبين بالفرع الأول والثاني فقط مثال 6 موجود إما في صفحة 17 أو صفحة 16 المجموعة الشاملة والمتممة اللي تبدأ في صفحة 17 بالنسختين هذا غير مطالبين فيه وأشكال من أيضا اللي هو في صفحة 19 غير مطالبين فيه الصفحة 19 أو 18 إذن مش مطالبين فيه مثال 7 مثال 7 محذوف اللي هو صفحة 18 مثال 7 صفحة 18 غير مطالبين فيه مع الدرس تبعه اللي هو خصائص عفواً هو المجموعة الشاملة والمجموعة المتممة هذا غير مطالبين فيه أيضاً أشكال من اللي تبدأ في صفحة 19 مثل ما قلنا أو صفحة 18 غير مطالبين فيه مع مثال الثماني مثال رقم 8 اللي هو في صفحة 20 أو صفحة 19 برضو غير مطالبين فيه هذا بالنسبة للمحاضرة اليوم نتمنى تكونوا استفدتم منها من هذه المحاضرة تقريباً يعني مبدأ المحاضرات رح يكون بهذا الشكل درس نشرحه والقدر يمكن نحط عليه تمارين تحلوها المادة خفيفة لطيفة للي بنذاكره بتابعني أول بأول يعني أضمن له مو فقط النجاح الدرجة العالية أما اللي بذاكر الرياضيات أو بتعالى على مادة الرياضيات برضو الرياضيات رح تتعالى عليها هذه هي مشكلة الرياضيات إذا ما مسكت ورقة وقلم واحترمت المادة المادة مستحيل يعني أنه خلينا نحكي تفهمها وتستوعبها وتحلف للاختبار خصوصاً للي هذا الكلام اللي بذاكر للاختبار قبل بيوم أو يومين مستحيل الرياضيات مو هيك طوضيحة كثيرة وعندك أربعين سؤال يعني خلينا نحكي أربعين سؤال يعني بالمقابل مش أقل من ثمانين موضوع موجود في الكتاب لا بدنا نتذاكر وتتقنهم يعني على الأقل في بعض القوانين لا بدنا نحفظ ما أخذنا قوانين لسه ما أخذنا نحن أخذنا قوانين لأن هذه لا تسمى قوانين هذه خلينا نحكي تعريفات بسيطة المفهوض تفهمها فيهم بدون ما أنه والله تحفظها عن ظهر غيب خلينا نحكي هذا بالنسبة للمدة المدة أنا ذكرت الكتاب اسم الكتاب وإدبرو وينما كان في النت في التشترو مستعمل زي ما تحبه موجود اسم بالمنتدة وأيضا الآل الحاسب اللي راح أستخدمها موجودة في المنتدة عشان ما أحد يقول لي أنا ما أضبطت معي إلى آخري لا الآل الحاسب اللي أنا راح أستخدمها راح أشرح عليها غير هيك يعني بدك تشوف واحد يشرح لك على الآل الحاسب تبعتك هذا بالنسبة ل خلينا نحكي المقرر وأول محاضرة بالمقرر المقرر هي هنا في مشكلة لسه نأخذ ونعطي فيها في العمادي لأن قلل عدد الساعات المحاضرات الحقيقة أصبحت وحدة فقط بالمقابل كانت تنتين وهذا يعني راح نحارب فيه وبحاك أنه يزيده خلينا نحكي ساعات هذا المقرر هائلا هنا نصل إن شاء الله إلى ختام هذا اللقاء نترككم في رعاية الله نلقاكم إن شاء الله لأسبوع المقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر